أمامكم هذه البورتية تقرأ 217 بورت وأمسك أحد الأطراف ليس هناك أي صحقة والطرف الآخر ليس هناك أي صحقة كهربائية رغم أني متحفية عزائي لا يوجد أي صحقة كهربائية وهذه القراءة مرة أخرى أمامكم عزائي 217 بورت وهذا محرك كهربائي سوف أشغله الآن المهم عزيزي أن لا نمسك الطرفين معا لأننا في هذه الحالة سوف نقعط والآن قد عمل الجهاز انظر عزيزي ما أرض عليكم قبل قليل هو محول العقل الأعزائي وقبل أن نتكلم عن محول العدل وتصميم محول العدل لنتكلم قليلاً عن استعمالات محول العدل أعزائي في معظم الفنادق العالمية وكذلك في معظم القصور الرئاسية وكذلك في معظم قصور الأثرياء يغذى هذا المنزل أو الفندق بمحول العدل لتكون كل نقطة كهرباء في هذا المنزل أو الفندق لقابل لسحب الكهرباء أو إنها لا تسحب الكهرباء من يستعملها؟ لا حدث هناك خلل الماء أما في منازلنا نحن فنستخدم محول العدل في الحمامات وفي تغنية السخان الكهربائي مثلاً أو المبردة مثلاً ولهذا في درسنا سوف نصمم محول العدل لمبردة واحدة أو محول العدل ممكن أن يستخدم لسخان الكهربائي وبنفس الوقت يمكن أن يستخدم مجموعة مبردات أعزائي وأنا الآن لا أتكلم عن قاطع الدورة لأسلكش الذي يوضح في صندوق قواطع الدورة للمنزل للفندق للمنشئاء الصناعية المعينة أنا لا أتكلم عن هذا أتكلم عن محولة تغذي جهاد ما إذا ما حصل عطب في هذا الجهاد وأصبح موصل لكهرباء فإن هذا الجهاد لن يتعطح أعزائي ونبدأ بالتصميم ونفرض إن لدينا سخان ماء كهربائي قدرته 3000 فوار إذن أعزائي 3000 فوار تقسيم 220 فولت ويساوي 13.6 أمبير أمبيرية هذا السخان أعزائي لا أترك أمر قد تعودنا عليه أن نعطي معامل الأمان فلهذا سوف أعتبر أمبيرية هذا السخان الكهربائي 16 أمبير أعطي معامل أمان إذن أعزائي محول العدل لدينا قدرتها 3520 فولت أمبير وإن الدخول 16 أمبير 220 فولت وكذلك الخروج بنفس المواصفات 16 أمبير 220 فولت أعزائي والطانون لاستخراج مساحة القلب الحديدي سهل جداً وبسيط أيضاً هذا هو أعزائي الأمبيري ساوي تحت الجذر البوار وكل موبايل مهما كان بسيط فيه حاسبة والاستخدام أمامكم أيضاً سهل جداً تكون النتيجة 59 بولت 22 سنتيمتر مربع نقربها تقريباً 60 سنتيمتر مربع أعزائي تعمت أن أرسم القلب الحديدي بهذا الشكل 60 أي إن لو هذا 6 سنتيم يكون هذا 10 المهم حاصل ضرب الصول بالأرض يكون لدينا 60 سنتيمتر مربع أعزائي عندما أذكر دائماً إن هذه القوانين على بساطتها لن تجدوها في أي قناء أخرى إنها على بساطتها أصبحت محتكرة وكأنها هي حالة يجب الاحتفاظ بها وعدم نشرها أعزائي أنشرها لكم وقوانين بساطة جداً غير معقدة على بساطتها يحتفظون بها أعزائي وبقي لدينا أن نعرف عدد لفات هذين الملفين وسموك سيلك هذين الملفين إذن أستخرج لفة لكل فولت عزائي وقانون 45 على المساحة 45 على 60 صفر بوين 75 وعدد اللفات لـ 220 فولت وهي ساوي 165 إذن أعزائي هنا 165 لفة وهنا 165 لفة بقينا أن نعرف سمك السيلك أعزائي أمامكم الجدول جيش 13 يتحمل 19.31 أمبير أما جيش 14 فيتحمل 14.60 أمبير فلذلك يكون جيش 13.5 مناسب جداً بحيث أنه يتحمل 16.95 أمبير وقبل أن نختم أعزائي في كيفية ربط محول العدل نأخذ مثال آخر على محول العدل 6 أمبير حيث أنه في الـ 6 أمبير أعزائي ممكن أن نشغل عدة مصابيح زائد مجفف هواء ألف وقت مثلاً ممكن أيضاً بهذا المحول محول العدل 6 أمبير تشغيل ثلاث مبردات هواء أعزائي 2.5 متر مكعب فالـ 6 أمبير 220 فولت أي أن القدرة 1320 وار ومن خلال هذا القانون الأعزائي البسيط ممكن أن نعلم أن مساحة القلب الحديدي في 36.33 سنتيمتر مربع أي 37 سنتيمتر مربع والأنول يساوي 1.22% وعدد لفات الرئيسي وعدد لفات الثانوي 269 لفة أما قيس سلك الرئيسي وقيس سلك الثانوي فـ 16.5 أعزائي بقي لدينا أن نتكلم عن ربط محول العدل الآن إن لديك سخان كهربائي مربوط على المصدر الكهرباء وتريد أن تضع له محولة عدل أعزائي وهذه محولة العدل بكل بساطة أعزائي تختار أي طرفين ليس هناك تحديد بين الحار والبالد توصل المصدر إلى محول العدل ثم من محول العدل إلى السخان الكهربائي بهذه الحالة السخان الكهربائي حتى إذا حصل به عطب الماء وأصبح موصل للكهرباء فإنه لا يسعق أحد والسبب في ذلك أعزائي الحار البارد الآتي من المصدر إن البارد أصلا في المصدر وفي كل دول العالم يؤرث مع الأرض لأنه مؤرث مع الأرض فإننا أصبحنا القطب البارد القطب الثالث ولم تكن حار ثم فنصعد لأنه سوف تمر الدارة الكهربائية بنا أما في محول العدل الأعزائي فإن بارد الرئيسي مؤرث بالأرض صحيح ولكن الملف الثالوي الذي نغذي من خلاله غير مؤرث بالأرض أعزائي والقطبان حتى إذا مسكت أي قطب منهما فإنه لن تكن هناك دورة تمر من خلال جسمك إلا إذا مسكت القطبين معا سوف تصعد لذلك يا أعزائي وكما شاهدتم في بداية هذا الدرس عندما مسكت أي قطب من القطبان لم أصعد فهذا السبب أعزائي إن الملف الثالوي لم يربط أحد أطرافه بالأرض لم يعرض بالأرض أعزائي وإلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس يعني هذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله